هيتعامل ازاي في غياب نني وغياب شناوي وغياب أحمد فتوح كمان طبعا النهاردة منتخب مصر بيعاني من أربع غيابات يعني مش هنحسب أحمد حجازي لطلع إسبانيا عشان قاطر تأهيل يكمل علاجه وتأهيله لكن عندك طبعا محمد الشناوي في حراسة المرمى حدث ولا حرج نجم شباك منتخب مصر رضينا أم أبينا هو رقم واحد وأسد عارين المنتخب والنادي الأهلي نهاردة الشناوي كورونا سلامات إن شاء الله يرجع بالسلامة أحمد فتوح طبعا نجم الجبهة اليسرى ونجم لدي الزمالك أيضا هذا اللعب اللي بيستحق الاحتراف وقدم موسم جيد مع الزمالك وقدم مستويات رائعة مع المنتخب في حدود الإمكانيات الموجودة في منتخب مصر أيضا كورونا سلامات إن شاء الله يرجع بألف سلامة للأسف مش هيكون متواجد في مبارات غينية ولا ملاوي يعني الشناوي عايز أقول لكم إن شاء الله مسافر معنا رحلة ملاوي مبارات إثيوبيا اللي جاية إن شاء الله يا ربي وشارك فيها محمد الشناوي أني محتاجينه محتاجينه بجد مش هزار يعني محدش يقول إن المنتخبات الإفريقية صغيرة فيه منتخبات جاءت من بعيد حققت ما لم تحققه أنت تفرغ على جزر القمر تفرغ على أنجولا تفرغ على الجابون لا 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 الناس دي بتتطور بشكل غير طبيعي أنت عندك تاريخ وأرقام وإنجازات آه لكن أنت مطالب بالتطوير بشكل غير طبيعي على مستوى القاعدة الأسسية في المنظومة الرياضية أو على مستوى منتخب مصر وجهاز الفني فالنهاردة عندك قادي غيابين زي ما قلنا الغياب الثالث حجازي الرابع كمان محمد النني من المنتظر أنه ما يكونش متواجد في مبارات اليوم أو من المتوقع أصيب بكادمة طبعا في تدريبات المنتخب وإنبارح كان فيه تأهيل لكن أعتقد أنه مش هيقدر يلحق بالمباراة النهاردة على مستوى البدائل طبعا خلينا أقول لكم لو اتكلمنا حتى عن تشكيل المتوقع طبعا بالنسبة للشناوي أنت عندك أبو جبل ومحمود جهاد حارس أمبي ومحمد صبحي حارس فرقه كل التوقعات وكل الترشيحات لأبو جبل وإهاب جلقا واضح في تصرحاته بالأمس أنه نعتمد على أبو جبل ومحد يش يقولي أنه فيه تراجع في المستوى هو مش هيسمع وعسام الحضري مش هيسمع لأن فكرة أن أبو جبل دخل فيه 14 هدف في 13 مباراة أو تقريبا 13 هدف في 12 مباراة يعني معدل هدف وشوية في كل المباراة طبعا لتراجع في المستوى وعنده مش هيكم مع نادة زمالك لكن المستوى مع المنتخب غير مظبوط الأداء مع المنتخب غير فإن شاء الله يعتمد النهاردة على أبو جبل هو البديل الأساسي بعد الشناوي وكان لقى نجحات طبعا فيه كاس هم الأفريقية فخلاص مستوى وفرمته ماشي مع المنتخب مصر غير الزمالك خلاص بقى اللعيب هنا بيختلف حاجة زي دي بعد البطولة الأفريقية مباشرة لما رجع نادة زمالك لحظوا أن المستوى مش أحسن حاجة مش زي ما كان موجود مع المنتخب طبعا هو حس بنفسه كان عاوز ياخد وضعه في نادة زمالك عنه 33 سنة عايز يختم حياته بشكل محترم عايز ياخد فلوس يأمن بها مستقبله ده حقه لذلك كان بيفكر في الاحتراف فعنده طبعا الأسباب في نادة زمالك لأنه في النهاية السيد المتضم منصوري في نادة زمالك اللي مش عايز يجدد بالسلامة فطبعا حالته النفسية مع باقي اللاعبين زي طريق حامد واشرب بن شرقي اللي عايز يمشي عشان ما نخشش في فرعيات تانية فدول عندهم أزمة كبيرة جدا أما بالنسبة على مستوى المنتخب لما نتكلم في البدائل زي موتر حضرتك عندنا في خط الدفاع هيبقى ياسر إبراهيم إن شاء الله متواجد الوينش طبعا مطلوب جدا في خط الدفاع ناجمالات زمالك ودفاع منتخب مصر الجبهة اليومنا طبعا هيبقى متواجد معاك يا عمر كمال عبد الواحد يا عمر جابر إن شاء الله عمر جابر هيكون متواجد نهاردة توقعي الجبهة اليسرى أحمد فاتوح عندك اتنين من اللاعبين عندك كريم حافظ اللي راجع من الاحتراف وجايبين وعشان يؤدي مهمته وكنا اكتشفنا أيام كوبر كمان في كاس هومنة في 2017 في الكاميرون وكان لعب جيد أيضا عندك أيمن أشرف هو هيختار ما بين كريم حافظ وما بين أيمن أشرف وأعتقد أن كريم ترشحات رحاله لأن أيمن لاعب متهور أيمن لاعب عنيف أيمن لسه راجع مع الأهلي من رحلة الوداد آه فصلنا بس كريم حافظ أعتقد أنه هو هيبقى الأقرب للمباراة خط الوسط طبعا فيش جدال بشأن السلية أو حمدي فاتحي الاتنين متواجدين تماما المشكلة كلها بديلة منني فعندك خيارين الخيار الأول هو مهند لاشين يكون متواجد في محور الارتكاز وقتها هتلعب قدامه بتلاتة صلاح يمين عمر مرموش شمال ومصطفى محمد راس حربة أو أنك أنت تبتدي تعتمد وتهاجم النهاردة ما تعتمدش على محور الارتكاز يجب ما تواجد فيه مهند لاشين لا هتلعب بالسلية أو حمدي فاتحي وتلعب قدامهم بيت ريزي جي ويبقى متواجد مرموش شمال وصلاح يمين ومصطفى محمد في القلب بكراس حربة دي الخيارات المطروحة النهاردة دي البدايل دي الحلول اللي قدام إيهاب جلال عشان يقدر يحقق النتيجة كويسة ويعود الغيابات ترجمة نانسي قنقر